سؤال اتكرر كتير جداً للفترة اللي فاتت هل الإخوة بربروس عروج وخضر أو خير الدين يبقوا قراصنة بيسرقوا وينهابوا السفن في البحر المتوسط ولا مجاهدين بيدفعوا للإسلام والمسلمين طب وهل الجزائر كانت وكرة للقراصنة وقطعة طرق اللصوص زي ما بيحاول البعض انه يصورها كذلك وهجاوب على السؤال ده مش بس لأنه مهم لكن كمان لأن كلمة قراصنة اتكررت أكتر من مرة في الحلقات اللي فاتت من مسلسل بربروس وناس كتير تساءلوا عن حقيقة الأمر ده وده كده هيكون الجزء الأول من الفيديو أما الجزء الثاني هنراجع فيه بسرعة الحلقة الثالثة من مسلسل بربروس اللي كانت رائعة الصراحة وعايز أقولكم اني تقريباً المخرج زي ما يكون شاف انتقادات الناس على الحلقتين اللي فاتوا وعالج معظمها في الحلقة دي بس هل هيراباي اللي ظهر في الحلقة الأولى والثالثة هو نفسه خير بك ولا ده حد تاني فخلينا ما نرغش كتير وندخل على طوف الموضوع أنا عماد الدين وانت دلوقتي على أرض التاريخ تاريخ الثاني أحب أفكرك بس بما إنك أكيد من عشاء التاريخ فلو بتشوفني دلوقتي ولسه مشتركتش في القناة فانت فيتك كتير حرفياً فيتك سلسلة كبيرة عن الصلاجقة وسلسلة تانية راهيبة عن المغول وسلسلة تالتة مرعبة عن طائفة الحشاشين ده بالإضافة لعشرات الفيديوهات عن موضوع تاريخية لدول وشخصيات وأحداث تانية كتير وعشان كده مش عايزك بس تشترك في القناة ولكن عايزك كمان تفعل الجرس عشان يوصلك دايماً كل جديد فانزل دلوقتي بسرعة ضمر زر اللايك وانت رجعك العادة عاوزك تجي بورقتك وقلمك وتركز معاه في اللي جاي هل الإخوة بارباروس قرى صينة بيسرقوا ينهابوا السفن في البحر المتوسط ولا مجاهدين بيدفع الإسلام والمسلمين على الرغم إن السؤال ده ممكن يبان سازج لبعض الناس وإجابته واضحة جداً إلا إن إجابة سؤال زي ده مش سهلة خالص وفيها تفاصيل كتير هحاول أرخصالك بشكل مرتب عشان تبقى حضرة في ذهنك دايماً ويبقى عندك رد قوي وقاطع بيستند على قراءة عميقة في التفاصيل أولاً معنى كلمة قرصنة وإيه دور القراصنة القرصنة لها تعريفات ومعاني كتير كلها بتدور في فلك إنها عبارة عن اعتداء على السفن وسواحل الدول الأجنبية وهي مقتبسة من اللغة الإيطالية من كلمة كورسارو زي ما ذكر دكتور سهور إدريس في قاموس المنهل واللي بتعني في اللغة العربية لصوصية البحر وده اللي بيقوموا بالنهب وسطوا على السفن ودي بيكون لها شكل من اتنين إما إنها بتكون منظمة من قبل الدول يعني لما تكون دولة في حرب مع دولة تانية فتقوم واحدة منهم بعملية قرصنة وهجوم على السفن التجارية للدول الأعداء فهي بالطريقة دي تعتبر شكل من أشكال الحصار والحرب الاقتصادية ضد العدو عشان تدمر اقتصاده فتقدر تعتبرها حاجة كده زي حرب الاستنزاف ودي كان لها قوانين وتصريحات مكتوبة قانونية معروفة باسم رسالة العلامة واللي كانت بتسمح ليهم بمهاجمة السفن التجارية للدول الأعداء فهي كانت كالكمائن البحرية اللي بيعدها كل خصم لسفن أعداءه لمنع الصادرات والواردات والاستلاء على ما يمكن الاستلاء عليه بقصد الإضرار بعدوهم وذكر الشكل ده عدد كبير جدا من المؤرخين والباحثين وكان سلوك متعرف عليه وقتها واطلق عليه تسميات عديدة ودي من النشاطات اللي تميز بيها بعض الدول المطلة على البحر المتوسط بالتحديد وهو ده اللي كانت بتعمله أوروبا ضد الممليك وهو نفسه اللي عمله العثمانيين ضد أوروبا بعد كده وبسبب قوة القسطول العثماني وعملياته كانت محل شكاوي رسمية من الدول الأوروبية لدى العثمانيين على أساس انها اعتداء وسبحان الله أوروبا نفسها كانت بتعمل نفس العمليات ضد العثمانيين لكنهم ما اعتبروش انه دي اعتداءات ولا حاجة المهم ان الشكل التاني للقرصانة هو ده اللي نقدر نقول عليه لصوص البحر اللي هم مجموعة عملهاش انتماء لدولة أو حكومة معينة بيقوموا بعمليات سلب ونهبل أي سفن ممكن ان هي تيجي في طريقهم سواء كانت سفن مسيحية أو إسلامية شرقية كانت أو غربية المهم مصلحتهم الشخصية وهيكسبوا من وراء النهب ده كامل فما كانش ليهم قانون معين بيلتزموا بيه أو بيحترموه والقرصانة ظهرت بشكل ملحوظ بداية من القرن الرابع وحتى التاسع عشر الميلادي واللي كانت بتعتبر من أكبر النشاطات البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كله وعلى الرغم ان الكلام لحد هنا منطقي وموضوعي جدا إلا ان مش كل الدول ولا كل المؤرخين أو حتى السياسيين حطوا لحد الفاصل ده بين القرصانة اللي كانت موجهة من دولة معينة ضد أعداءها من أجل الدفاع عن سواحلها من عداءها واستنزاف مواردهم وحصارهم الاقتصادي من خلال مهاجمة سفونهم التجارية وما بين لصوص البحر اللي كانوا بيهاجموا على الكل بدون أي تفريقة ولا التزام بقانون معين أو اتفاقيات دولية حتى أو حتى عرف وديم عشان كده بتجد ان كتير من الأوروبيين اعتبروا ان القرصانة كلها في قالب واحد لكنهم حتى في الأمر ده ما كانوش موضوعيين لأن أصحاب الزعم ده لم يعتبروا أفعال فرسان جزيرة رودز أو فرسان القديس يوحنة قراصنة ولصوص بحر زي ما قالوا على الإخوة بربروس وعلى دولة الجزائر كدولة إسلامية كانت مركز نشاط بربروس فيما بعد وبقولك الحتة دي عشان هم في الجزئية دي بياكيلوا بميكيالين تاني حاجة الفرق بين القراصنة ولصوص البحر وبين الجهاد البحري في الوقت اللي انتشرت فيه أعمال النهب والسلب ضد المسلمين في البحر المتوسط من قبل القراصنة الصاليبيين سواء بقى فرسان جزيرة رودز أو غيرهم بدأ المسلمين يرفعوا راية الجهاد البحري وكان الهدف في الوقت ده هو مقاومة القراصنة المسيحية في البحر المتوسط وكذلك مقاومة أطمع أسبانيا والبرتغير في الممالك الإسلامية في شمال إفريقيا ودفاعا عن سواحلهم وأموالهم وتجارتهم والسفن بتاعتهم كمان اللي كانت بتتعرض لهجوم دائم من الصاليبيين وكانوا الرياس والجنود البحريين معتبرين كمجاهدين عند المسلمين واللي كان بيسقط منهم في ميدان المعارك بيعتبر من الشهداء وده اللي ذكر الدكتور محمد بن سعيدان في رسالته الماجستير اللي عملها بعنوان علاقات الجزائر مع فرنسا عشان كده احنا بنقول عليهم مجاهدين مش قراصنة مهل علم إنك لقلت عليهم قراصنة بس بالمفهوم المضبوط اللي تكلمنا عنه من شوية فكلامك يعتبر سليم مش غلط ولكن عشان تطلق عليهم اللفظ ده قراصنة لازم تفرق للي قدامك بينهم وبين لصوص البحر ولازم نؤكد هنا قبل ما نقل على النقطة اللي بعدها إن القرصنة في قرن السادس عشر كانت بتختلف اختلاف كبير جدا عن اللصوصية والسلب فهي كانت كالكمائن البحرية اللي بيعدها كل خصم لسفن أعدائه لمنع الصادرات والواردات والاستلاء على ما يمكن الاستلاء عليه بقصد الإدرار بعدوهم وهي بكده بتقترب من مفهوم الحصار الاقتصادي البحري في الحروب المعصرة واللي بيبحثه ويتتبع ظهور أعمال القرصنة بالشكل ده عند المسلمين هاجد إنها بدأت في الأندلس وكانت عبارة عرد فعل الأعمال القرصنة الأوروبية اللي صبغت عملها ضد الممالك الإسلامية بالصبغة الدينية وغرفت بالحرب المقدسة ثم انتقلت بعد كده مراكز القرصنة الإسلامية من الأندلس إلى شمال إفريقيا في شرشال وغران والجزائر وبجايا وغيرها من المدن الساحلية وده كان في أعقاب طرد المسلمين من الأندلس واللي قويت جدا بفعل انضمام البحارة المسلمين الفرين من الأندلس واللي كانوا عارفين بالملاحة وفنونها ومدربين كمان على صناعة الصفر ثالث حاجة الوضع وقتها كان عامل إزاي بشكل سريع كده وبدون الدخول في تفاصيل معقدة عشان نقدر نقايم الموضوع ونفهم دور الإخوة برباروس فيه كان عبارة عن إيه كان من أثار الطرد الجماعي للمسلمين من الأندلس نزوح أعداد كبيرة منهم إلى الشمال الإفريقي وحدوث العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في وليات الشمال الإفريقي وكان من بين المسلمين النزحين إلى المناطق دي أعداد كبيرة من البحارة وعوامل كتير دفعت أعداد كبيرة منهم إلى طريق الجهاد البحري ضد القوى المسيحية في البحر المتوسط وده كان لعدة أسباب أهمها الروح الدينية اللي سادت في الأندلس وعرفت بما يسمى بحرب الإسترداد والكلام ده كان طبعا قبل خروجهم من الأندلس لما بدأت الممالك الإسلامية تسقط واحدة طلو الأخرى واستمرار الروح دي بعد كده لما كانت القوات الأسبانية والبرتغالية بتتتبع المسلمين اللي هربوا من محاكم التفتيش والمزابح اللي كان بيقوم بيها الأسبان والبرتغاليين ضد المسلمين وفضلت حركاته المقاومة الإسلامية لمدة لا بأس بها حركات فردية غير منظمة اللي كان سهل على القوات الصليبية مهجمتها أو قضاء عليها كمان عشان كده تجنبوا الصدام بالأساطيل الأوروبية الأمر اللي أدى إلى تجمع القوة دي مع بعض تحت قيادة إحدى حركات الجهاد البارزة في الوقت ده عروج وخير الدين بربروس اللي ارتبط دورهم بالجهاد البحري الإسلامي والدور الوطني في المنطقة دي في مطلع التاريخ الحديث واعتمدت القوة دي في بداية مقاومتها على اسلوب الكر للفر في البحر وده لعدم قدرتها على الدخول في حرب نظامية ضد القوى المسيحية من الأسبان والبرتغاليين وفرسان القديسي وحنة وحقق المجاهدين دول نجاح باهر جدا فوقت قياسي خلى القوى المعادية ليهم الأنا منهم جدا ومع ذلك اضطر بربروس إلى طلب معونات عثمانية واللي في النهاية انضموا إلى الدولة العثمانية عشان يبقوا أحد أزرع إمبراطورية واسعة ضمت أجزاء من أوروبا وأسيا وأفريقيا وأصبح خير الدين بربروس قائد الأسطول العثماني وحاكم إيالة الجزائر بعد ما حررها هو وخوع روج من سيطرة الأسبان وحاول المؤرخين الأوروبيين زي ما قلت لك من شوية التشكيك في طبيعة حركة جهاد البحر الإسلامي ووصف دورها بالقرصنة ويؤكد ده تشكيكهم في أصل أهم قضتها وهم خير الدين وأخوه عروج الأمر اللي يفرض ضرورة إلقاء الضوء على دور الأخوين وأصلهم وأصل الحركة دي على الدور الصليبي في البحر المتعصد في القرن السادس عشر وخلينا نتكلم الأول عن أصلهم ينتمي الأخوين بابا عروج وخضر أو خير الدين بربروس إلى أسرة مسلمة فهم وأخين كمان وهما إسحاق وإلياس أبناء يعقوب بن يوسف وهو تركي من بقايا الفاتحين المسلمين للأتراك اللي استقروا في جزيرة ميديالي وأمهم سيدة أندلوسية والأندلوس في الوقت ده زي ما قلت لك كانت بتأن من بطش الأسبان والبرتغاليين وفي النقطة دي اختلف المؤرخين فبعض المؤرخين بيذكر أن يعقوب كان ألباني مسيحي وبعدين أسلم وأن الأم كانت أرملة لراهب أسباني وغيرها من التصورات عشان في ناس كتير يتكلموا في النقطة دي أنه ألباني ولا تركي وهنا في حاجتين هيحسموا الأمر نوعا ما بخصوص النقطة دي أولا الكلام اللي ذكر المؤرخ الجزائري أحمد توفيق مدني مستندا على أثارين مازالوا موجودين في الجزائر أولها رخامة منقوشة كانت موضوع على باب حسن شرشال وتانيها رخامة كانت على باب مسجد الشواس بالعاصمة الجزائرية وكان النقش الموجود على الرخامة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وقاله هذا برج شرشال وأنشاه القائد محمود بن فارس التركي في خلافة الأمير الحاكم بأمر الله المجاهد في سبيل الله أروج بن يعقوب بإذنه بتاريخ 24 بعد 900 ونقش على الرخامة الثانية اسم أروج ابن أبي يوسف يعقوب التركي وفي واحدة ثالثة مسجع عليها بعض ما شيده خير الدين في الجزائر سنة 1520 ثانيا إن اسم أروج أو أروج مأخوذ من حدثة الإسراء والمعراج اللي يرجح إنه ولد للتها وإن التركي بينطول اسم أروج وبعدين عرب إلي عروج وفي بعض المصادر موجودة بفتح العين وشد الراء عروج ولكن الأصحة ونطقها بضم العين والراء عروج طيب هو ليه بيتم إصار التساؤل زي هو ألباني ولا تركي وهو كان مسلم ولا مسيحي وبعدين أسلم وبيتم التركيز على النقطة دي وما يسيبهاش عشان يتوهك ويخليك تنسى إلا عمله عروج وخير الدين وما تركز فيه وتركز في أمور مش هتفرق معاك حسمها يعني سواء كان تركي أو ألباني هتفرق يعني في الأحداث والاستفادة منها بالنسبة لك كشخص عادي مش باحث شغال على بحث أكاديمي معين وهلا هتفرق معاك ولا حاجة آه حلو إنك تبقى عارفها بس ما تسيبش الحدوتة كلها وتمسك في الحتة دي أصلاً لقيت بعض الناس في التعليقات واخديني الموضوع على صدرهم قوي معرفش ليه والنقاط اللي زي دي بشكل عام ما بحبش أقف عندها كتير واللي خلاني أقف عندها معرضهاش كده على السريع وخلاص إن لقيت الناس وقفين عند الحتة دي وكأنها أهم ما في الموضوع رابعاً بناء على كل اللي قلته لك ده هل الإخوة بربروس كانوا بيمارسوا الجهاد البحري ولا كانوا مجرد لصوص في البحر المتوسط وإجابتك على السؤال ده هي اللي هتخليك تقدر تجاوب ببساطة على السؤال التالي هل الجزائر كانت مقوى للصوص وقطع الطرق ولا للمجاهدين واللي هيخلينا نجاوب على السؤال ده إننا نعرف إيه كان دور الأخوين في الجهاد ضد الغزو الأوروبي للسواحل الإسلامية وهارض لك دورهم على السريع وباختصار لإني هفصل معك فيه في حلقات تانية جاية بإذن الله اتجه الأخوين عروش وخاري الدين إلى الجهاد البحري من وقت مبكر أوي في حياتهم ووجه نشاطهم في البداية إلى بحر الأرخبيل المحيط بمسقط رأسهم قرب جزيرة مديالي حوالي سنة 1510 لكن ضراوة الصراع بين القوى المسيحية في بلاد الأندلس وفي شمال إفريقيا وبين المسلمين هناك واللي اشتد ضراوة في مطلع القرن السادس عشر استقطب الأخوين عشان ينقلوا نشاطهم إلى المناطق دي وخاصة بعد ما تمكن الأسبانو والبرتغاليين من الاستلاء على العديد من المراكز والمواني البحرية في شمال إفريقيا وبدأ هنا يحقق الأخوين العديد من الانتصارات على القراصنة المسيحيين الأمر لأثار إعجاب القوى الإسلامية الضعيفة في المنطقة دي ويوضح لنا الأثر ده من خلال منح السلطان الحفص ليهم حق الاستقرار في جزيرة جربة تونسية وهو أمر أعرضه هو نفسه لهجوم أسباني متواصل وأصل إخوة بربروس يتضح لنا كمان من خلال استنجاد أهالي البلاد دي بيهم وتأثيرهم داخل هذه البلاد أسهم في وجود قاعدة شعبية كبيرة ليهم مكنتهم من حكم الجزائر وبعض المناطق المجاورة كمان وهنا لازم نشير أن بعض المؤرخين كان رأيهم أن دخول عروج وأخي خير الدين إلى الجزائر وحكمهم ليها ما كانش بناء على رغبة السكان نفسهم وبيستند هؤلاء إلى وجود بعض القوى اللي فضلت تترقب الفرص لطرد الأخوين والأتراك المؤيدين لهم كمان لكن البعض الآخر بيرجحوا أن وصول الأخوين بربروس كان بناء على استدعاء من سكانها لنجدتهم من الهجوم الأسباني الشرس وأن القوى البسيطة اللي قاومت وجودهم كانت متمثلة في بعض الحكام اللي أبعدوا عن الحكم أمام محاولات الأخوين الجدة في توحيد البلاد لأنها كانت قبل وصولهم أشبه بدولة ملوك طائف الأندلس وأنا مع الرأي ده وسانت أغلب أهل بلاد محاولات الأخوين في التوحيد والإصلاح واشتركت أعداد كبيرة منهم في حمالة الجهاد البحري اللي قاموا بيها بالإضافة لمسندة العديد من الحكام المحليين والوطنيين اللي استشعروا حقيقة قطر الغزو الصليبي الأسباني على المسلمين بشكل عام وعلى الجزائريين بشكل خاص ومن الأمور اللي بتؤكد الكلام ده حكتين حصلوا في نفس الوقت أولهم اللي ذكروا خير الدين بربروس نفسه في مذكراته وقال لما كنا أنا وأخي في عشر مراكب كان مقصدنا الذهاب إلى مضيق سبتة الذي يقع في نهاية البحر المتوسط اللي هو مضيق جبل طارق اللي بيفصل بين سواحل المغرب وسواحل الأندلس وركز بقى هنا على الجملة اللي جاية لأنها توضح لك الهدف اللي كانوا بيسعوا إليه وبيكمل خير الدين وبيقول لنقوم بإنقاذ من نقدر عليه من إخواننا في الدين هو ده كان هدفهم إنقاذ المسلمين من اللي بيحصل فيهم والحاجة التانية إنه في نفس الوقت ده وصل لهم وفد من بدينة بجاية جزائرية حاملين رسالة جا فيها النص التالي إن كان ثم مغيث فليكن منكم أيها المجاهدون الأبطال لقد صرنا لا نستطيع أداء الصلاة أو تعليم أطفالنا القرآن الكريم لما نلقاه من ظلم الأسبان فها نحن نضع أمرنا بين أيديكم جعلكم الله سببا لخلاصنا بتسليمه إيانا إليكم فتفضلوا بتشريف بلدنا وعجلوا بتخليصنا من هؤلاء الكفار وهنا طبعا يقصدوا الأسبان وطبعا فيه أحداث ونصوص كتير جدا بتؤكد نفس الفكرة لكن يكفي إلا عرضته لكم دلوقتي فرحم الله الأخوين عروج وخير الدين ورحم كل شهداء المسلمين وأوجه تحية وتقدير لكل الجزائريين الشرفاء الأبطال وأظن اللي قلته لك النهاردة يا صديق العزيزي خليك تقدر بنفسك تحسم الموضوع وتجاوب على الأسئلة ونقل بقى دلوقتي على الجزء التاني من الحلقة وهو مراجعة الحلقة التالتة من المسلسل واللي هكلمك عنها في دقتين بس لأنها بالنسبالي مفيش فيها كلام كتير أقوله وده بسبب إنها فقيرة من ناحية الأحداث التاريخية وكل أحداثة تقريبا من وحي خيال المؤلف وعشان كده هيكون صعبة بالنسبالي التعليق على كل حلقة من حلقات المسلسل لأن تعليقاتي في الحلقات اللي مفيهاش محتوى تاريخي هيبقى كلامي منصب ومقتصر على الجوانب الفنية في الحلقة وده هيخلينا نخش في سكة تانية خالص بعيدة شوية عن محتوى القناة وبرضه أنا بفكر معاكم بصوت عالي ومحتاج أعرف رأيكم في الموضوع ده بالتحديد هل التعليق على الحلقات اللي مفيهاش جانب تاريخي شايفينه مفيد ولا لأ لإني محتار شوية في الموضوع ده والحلقة اللي فاتت تعتبر نموذج بالنسبالك وزي ما قلت لك قبل كده شيء طبيعي جدا ومتوقع إنك تلاقي بعض الحلقات من أولها لأخيرها كده من وحي خالي المؤلف وده لا يعتبر شيء سلبي بالمناسبة طالما أن الأحداث دي لا تتعارض مع السياق العام للتاريخ الصحيح للفترة دي ولو ما شفتش مراجعتي للحلقتين اللي فاتوا فهتلاقيهم في الآيفو هنا وفي وصف الفيديو كمان أما الحلقة التالتة بصراحة على الرغم إن كان فيها بعض السلبيات بالأضافة إنه ما كانش فيها تاريخ ودي حاجة بالنسبة لي مش حلوة يعني إلا إنها كانت حلقة قوية جدا جدا وعالك فيها المخرج حاجات كتير كنا تكلمنا عنها قبل كده زي تصوير المعارك اللي أصبح أفضل كتير وتوازن الأحداث في الحلقة وإنه ما عملش زخم من التعقيدات والغموض لدرجة خلينا انتوه منه وطبعا هنا عندنا عدة ألغاز مهمة ومشوقة زي لغزة أنطوان أو بوسيدون يا طرح هيعمل إيه في الحلقات الجاية وموضوع السر أو الخاتم اللي كل شوية عمالي يزيد تعقيد وبيترو اللي عمالي يجمع في خيوط عشان يوصل للسر ده غير السيد شاهين اللي بقى طرف رئيسي ومهم في الصراع مع عروج اللي دلوقتي يعتبر بقى شغال مع دولة الممليك ده غير لغزة أخو إيزابيلا اللي عاوزة تنتقم يا طرح تنتقم ليه ومن مين كل دي حاجات شوقتني اللي جاي بالإضافة للسلبية الأبرز اللي تعالجت في الحلقة دي وهي غياب الوزع الديني اللي كان في الحلقة اللي فاتت وده شفناه في أكتر من مشهد في الحلقة وحتى الحلقة دي لم تخلو من بعض اللقاطات الفكاهية اللي كانت مدية طعم لذيذ للحلقة بتكسر بها حدة الأحداث من غير ما تفصلني فبصراحة بعيدا عن الجانب التاريخي فالحلقة كلها إيجابيات تقريبا مع ده حاجتين بس استفزوني شوية الأولى جو الأفلام الهندي إن بعد ما أنطوان اتخرشم في الحلقة اللي فاتت ووقع في المياه ينجم من اللي حصل فيه ويوصل للشط من غير ما يغرأ ولا دم ويتصفى وتظهر واحدة ما تفهمش دي ساحرة ولا طبيبة ولا شغالة في سيرك ولا إيحكيتها بالزبط تقعد تقرأ عليه شوية التعويز وهو نام في تابوت ويفوق ولا كأن حاجة حصلت له وهنا المخرج شككني في نفس الصراحة يعني المفترض في الحلقة اللي فاتت أنا شفت عروج قطع دراع أنطوان قبل ما إصحاق يطعنوا بالرمح وفي الحلقة دي أنا ولا شايف دراعه مقطوع ولا حاجة فهلا أنا مخدتش بالي من المشهد كويس ولا دي بجملة الأفلام الهندي اللي هو أنت أعني صدقت إنه بعد كل دا يعيش مش هتصدق إن دراعه سليم يا راجل كبر مخك أما الحاجة التانية هي جو الدرواشة بتاعت الدرويش اللي احنا مش عارفين اسمه لغاية دلوقتي اللي حط حاجة ما تفهمش هي إيه بخور ولا إيه بالزبط لما شمها خضر بعدها بشوية أهم عليه وليه خضر بس هو اللي اتأثر بيها والدرويش دا لأ ما هم اللي اتنين قاعدين مع بعض في نفس المكان وبيشموا نفس الهواء انت حطيت إيه بالزبط يا عام الشيخ عايزين نفهم بالإضافة طبعا لتنبؤه بإن خضر هيبقى خير الدين وفي حاجة حصلت في الحلقة أنا مش متأكد منها الصراحة وهي إن هالهيرابي اللي ظهر في الحلقة الأولى والثالثة هو نفسه خير بيك اللي ساعد السلطان سليم الأول في السيطرة على مصر ولا هيرابي دا حد تاني خالص هنتأكد لما تظهر تفاصيل الحلقات الجاية ولو قايم الحلقة دي بعيدا عن الجانب التاريخي اللي ما كانش موجود تقريبا زي ما قلتلك ويريت انت كمان تكتب لي رأيك وتقييمك في التعليقات وتعالوا نشوف مع بعض إعلان الحلقة الرابعة مكسكت بيك اللي صوفي حقوة في الدمونة تحسين حقوة في الدقيقة شهادة كنت بالمساعد شرًا انضاف شارثين من الأجر التقريب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي النهاية لو كنت من عشاء التاريخ هكون سعيد جدا بشترك في القناة وان كنت من السادة الاعضاء هدعمنا بلايك فعل الجرش والدليم معانا في كل جديد وتقدر دولة تدعمنا في نشر التاريخ الصحيح وتكون كمان رائع الحلقاتنا من خلال نساب القناة او الطرق المثبتة في اول تعليم اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي على ارض التاريخ تاريخستان سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة